في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا المعنى كان متحققاً في أمير المؤمنين أو لم يكن متحققاً في أمير المؤمنين زمان رسول الله ورسول الله هو الذي يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي فحينما يقول رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي يتحدث عن الزمان الذي من بعده ما هو الدليل على ذلك حينما يشير إلى علي الذي كان موجودا في أيامه ويقول علي مع القرآن والقرآن مع علي إنه يتحدث عن القرآن بكامله ما قال علي مع قرآن سورة البقرة وإنما ذكر القرآن معرفا بالألف واللام وهذه الألف واللام هي ألف ولام العهد يعني هو القرآن المعهود في أذهاننا فعلي مع القرآن والقرآن مع علي القرآن هو الذي يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ رسول الله حينما يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي يعني أن علي كان عالما بالقرآن قبل تنزيله مثل ما هو رسول الله رسول الله كان عالما بالقرآن قبل تنزيله وعلي كذلك كان عالما بالقرآن قبل تنزيله عملية التنزيل لم تكن لتعليم النبي ولتعليم علي عملية التنزيل برنامج يتناسب مع حاجة الأمة التنزيل قالب لفظي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وتم تنزيله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الحقيقة القرآنية هي حقيقة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وهذا معنى قول النبي من أن علي مع القرآن ومن أن القرآن مع علي الحديث الحديث هنا ليس ناظرا إلى آيات نزلت في يوم كذا وفي مكان كذا وبسبب حادثة كذا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تبيانا لكل شيء نزلناه مرة واحدة ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إنها نزلة واحدة هذا التنزيل التدريجي يرتبط بحاجة الأمة ويتناسب مع مدارات عقلها الجمعي لكن الآية هنا تتحدث عن نزلة واحدة وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ مرة واحدة تبيانا لكل شيء وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تبيانا لكل شيء إذا كان الحديث عن تنزيل آية لواقعة هنا ولواقعة هناك فهذا ما هو بتبيان لكل شيء وإنما نزل الكتاب نزلة واحدة بكل مضامينه وحقائقه العميقة النورية الغائرة في عالم الغيب تلك هي المنزلة التي يكون القرآن فيها تبيانا لكل شيء أما إذا أردنا أن نتحدث عن سؤال عن المحيض هنا وعن سؤال عن اليتامى هناك وعن حكم لقصر الصلاة في السفر مثلا وعان 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 إذا كان الكلام عن مثل هذا فما هذا بتبيان لكل شيء هذه وقائع جزئية وهذه أحداث خاصة بزمن معين ومكان معين وفعل معين وأشخاص معينين أين تبيانوا تبيانوا كل شيء في هذا تبيانوا كل شيء في هذا في قلب محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما بعيدا تمام البعد عن كل هذه التفاصيل الجزئية التي تسمى بأسباب النزول وما يأتي في سياخها ونزلنا عليك الكتابة بكله تبيانا بتمام حقيقته تبيانا لكل شيء هذا بالنسبة لمحمد وآل محمد وهدى ورحمة في الجانب الإجمالي في الجانب التفصيلي لمحمد وآل محمد ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء النبي قال لأمير المؤمنين إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لكنك لست بنبي لست بنبي لكنك لست بدرجة هذا هو المراد ولكنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى هذا الكلام قاله النبي لأمير المؤمنين في أول لحظة من البحثة الشريفة يعني أن أمير المؤمنين كان في العاشرة من السنين هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين في غار حراء قالها النبي صلى الله عليه وآله لسيد الأوصية كان الأمير في العاشرة من العمر وقال له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي فهذا عن أي علي يتحدث هل يتحدث عن علي بن أبي طالب أم يتحدث عن علي آخر لا أدري من هو هل يتحدث مثلا عن علي بن أبي سفيان عن أي علي يتحدث هذا الطوسي الأثول في الثالثة والأربعين بعد البسملة وهي الأخيرة الآية الأخيرة من سورة الرعد ومر ذكرها قبل قليل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الكتاب جاء معرفا بالألف واللام الألف واللام هنا هي ألف ولام الحقيقة وليست العهدية لأننا لا نعرف حقيقة هذا الكتاب فهذا الكتاب ليس معهودا في أذهاننا ومن عنده علم الكتاب الألف واللام هي ألف ولام الحقيقة إنها تعرف لنا حقيقة الكتاب تشير إلى حقيقة الكتاب فهذا الشاهد الثاني الذي يأتي بشهادته مصاحبا لشهادة الله هو الذي عنده علم مصاحبا لشهاده من حقيقة الكتاب إنه الكتاب الذي يجمع حقائق الوجود الكلام هنا ليس عن القرآن الكلام الكلام هنا ليس عن القرآن القرينة واضحة في سورة النمل قال من آيات من آيات القرآن مثلا وإنما تصرف في التكوين تصرف في الوجود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به الحديث عن عرش بلقيس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وجاء به فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا كلام سليمان النبي فآصف وصيه قال الذي عنده علم من الكتاب هو لم يصدر حكما في حلال أو حرام إنه تصرف في التكوين فجاء بعرش بلقيس من اليمني إلى فلسطين أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فعلم الكتاب لا علاقة له بأحكام الحلال والحرام أو بأسباب نزول الآيات هذا الشأن يقع في حاشية علم الكتاب هذا هذا علم الحقيقة هذا كتاب الوجود مثل ما تصرف أصف في حرف من حروف الوجود فما عرش بلقيس إلا كلمة من كلمات هذا الكون إلا حرف من حروف مصحف الوجود فنقل تلك الكلمة من جملتها إلى جملة أخرى نقلها من جملتها في اليمن من الجملة التكوينية إلى جملة تكوينية في فلسطين فهذا العالم الذي يعلم بكل الكتاب وحقيقته أصف لا يعلم بحقيقة الكتاب عنده علم من الكتاب علم من الكتاب لا يعني أنه يعلم حقيقة الكتاب الذي عنده علم الكتاب الألف واللام هنا حقيقية بينما الألف واللام في سورة النمل عهدية فارق كبير في المعنى في سورة النمل الألف واللام هناك عهدية هناك كتاب معهود إنه الكتاب الذي يرتبط بالتكوين بقرينة ما جاء في الواقعة من أن آصف جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه مثل ما جاء في الآيات التي تحدثت عن هذه الواقعة في سورة النمل هنا ومن عنده علم الكتاب لأن الحديث عن الكتاب كله فلما كان الحديث عن الكتاب كله فإن الألف واللام هنا حقيقية فارق كبير في المعنى وهذا هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من كلام إمامنا الصادق حينما سئل عن علم الاثنين فقال إن علم الذي عنده علم من الكتاب بالقياس إلى علم الذي عنده علم الكتاب كالذي تأخذه البعوضة بجناحها من البحر فما علاقة ما تأخذه البعوضة بجناحها مع حقيقة البحر هو شيء من العلم عند آصف فالألف واللام هناك عهدية فارق كبير حينما نتحدث عن محمد وآل محمد وحينما نتحدث عن غيرهم لأنهم وضعوا لنا هذا القانون لا يقاس بهم أحد لا يقاس بهم أحد فحينما يتحدث القرآن الألفاظ تتبدل الألف واللام هنا حقيقية والألف واللام هناك عهدية وفارق بين المعنيين كالفارق بين السماء والأرض لو كان المقام لبيان أسرار هذه الآيات والتوغل في لطائفها لشرحت وشرحت لكم الكثير من هذه اللطائف والدقائق القرآن كما يقول الصادق صلوات الله عليه نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء الآية واضحة في أن علم الشاهد الثاني كعلم الشاهد الأول حتى في الأحكام القضائية في خصومات الناس ونزاعاتهم إذا ما جئ بالشهود يشترط فيهم أن يكون علمهم واحدا وصحيحا في الموضوع الذي يشهدون بخصوصه الحديث هنا عن محمد الذي هو وجه الحقيقة المحمدية الأعظم التي خلقها واستقرت في ظله سبحانه وتعالى فلا تخرجوا منه إلى غيره فمن الذي يشهد لمحمد الذي يشهد لمحمد الله وعلي يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت يا علي لا يعرفني لا يعرفني إلا الله وأنت يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا الآية تتحدث في هذا الإطار لا يعرف الله إلا أنا محمد وأنت وأنت علي ولا يعرفني أنا محمد إلا الله وأنت وأنت يا علي ولا يعرفك أنت يا علي إلا الله وأنا أنا محمد صلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الآية في هذه الأجواء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله محمد علي فهذا الأثول الطوسي إمام الطوسيين رئيس المذهب الطوسي الضال عن أي شيء يتحدث قد يقول قائل لماذا كل هذا التجرؤ على الطوسي بهذه الكلمات لأنه كذاب مخادع لو أنه قال من أنني صاحب مذهب مثلما قال أبو حنيفة ومثلما قال الشافعي لا شأن لي به لكنه عبر كتبه وعبر أسرته أسرة الطوسي جرة الويلات على الشيعة ضلالنا من الطوسي وأسرته حينما مات الطوسي من الذي جاء من بعده مرجعا جاء ابنه الحسن حسن وبقي مرجعا إلى ما يقرب من ستين سنة فحينما مات الحسن ابن الطوسي من الذي جاء مرجعا من بعده جاء حفيد الطوسي محمد ابن الحسن صار مرجعا من بعد أبيه إلى أن مات سنة خمسمية وأربعين من جاء من بعده جاء حفيد بنت الطوسي علي ابن حمز الخازن هذه المطالب سأفصلها لكم وبقي مرجعا لشيعة إلى خمسمية واثنين وسبعين للهجرة وهؤلاء لا كانوا علماء ولا بطيخ وبسبب ضلال هؤلاء الشيعة البعض منهم لجأوا إلى الحلة وأسسوا الحوزة في الحلة لماذا انتقلت الحوزة إلى الحلة لا يوجد سبب ليس هناك من ظاهرة طبيعية حدثت مثلا مثلا حدثت زلزلة في الأرض وتهدمت مدينة النجاف فاضطر الحوزويون أن ينتقلوا إلى الحلة هذا لم يحدث مثلا انتشر مرض الطاعون مثل ما حدث في فترات زمنية مختلفة ففر الناس إلى الحلة مثلا حدثت معركة حدث انقلاب سياسي لا يوجد أي شيء يذكر في كتب التأريخ كتب التأريخ موجودة لكنه الضلال والجهل دفع الشيعة أن يصنع حوزة في الحلة وبالمناسبة صنعت أيضا على مذهب الطوسي حتى ابن إدريس الذي اعترض على الطوسي فهو على مذهب الطوسي هذه المطالب سأفصلها لكم في الحلقات القادمة لهذا السبب بقي المذهب الطوسي حاكما علينا الطوسي من أول يوم وصل إلى النجاف ماذا فعله فرض سلطته على المشهد العلوي على الحضرة العلوية وزوج ابنته من خازن الحضرة الكليد دار التأريخ مشحون بالعجائب أنتم لا تعرفونه سأحدثكم عن تأريخ الطوسي وآل الطوسي ألا تف على الطوسي وآل الطوسي نذهب إلى فاصل